صباح خير شكل ولون الأظافر هل تعلم أن شكل ولون الأظافر يرتبط بالحالة الصحية؟ بل أن هناك علامات مراضية تخص بعض الأمراض يتم تشخصها عن طريق بس الواحد يبص الضفره تخيلوا الأظافر يا جماعة بتأكس الحالة الصحية العامة للإنسان لو حالته الصحية كويسة هتلاقي الضفر طبيعي أو الضفر طبيعي وأي تغيير في شكل أو لون الضفر ده مؤشر أو جرس إنذار للمريض وللطبيب عن بعض المشاكل الصحية وبعد ما حتشوف حلقة الضفر دي أعتقد كل واحد فينا وكل واحدة فينا حتنص في الضفر بتاعها وتشوف فيه أي تغيير في أي شكل في أي لون متغير لو عايز تعرف أهمية الضفر لجسم الإنسان ولونه بالذات تابع معنا الفيديو ده وتعالوا كده نشوف مع بعض وارجعنا لكم تاني معاكم دكتور ماجل المنقبادي قناة طب وتنمية بشرية أخوكم بكيوز طب عن شمسة 91 ومش عايز أطول في المقدمة بس عايز أقول لكم يا ريت لو أنتم عندكم وقت تشيروا الفيديو ده وتبعتوا لصحابكم لأنه ده صحيا مفيد جدا ويا ريت طبعا لو عايزين تتابعونا وتكتبوا أي تعليق أو سؤال تحت أمركم ويعني ما تنسوش برضو تعملوا لايك للفيديو أدخل في الموضوع لون الأظافر الحقيقة أن لون الأظافر ده من أغرب الحاجات في الدنيا في حاجتين على المهنف كل الطب الزمان أنه هما العضوين الواحدين اللي جاء الدكتور بيشوفهم بالعين المجردة إيه هما؟ العين والظافر هما دول بس على شك كده دفر الإنسان ده ممكن يبقى مراية للدكتور أنه يشوف بيه كل حاجة وزي ما قلنا جرس إنزار إنه هو الدكتور ممكن يعرف بيه وإنت كمان لو حسيت بتغير في اللون في الفيديو ده هتعرف معلومات عن شكل الأظافر وتغير لون الأظافر لللون الأزرق تغير لون الأظافر لللون لسود تغير لون الأظافر لللون الأصفر تغير لون الأظافر لللون الأبيض وحاجات كتيرة جدا ومعلومات مهمة يبقى كتير منكم ما لاحظهاش أو ما شافهاش قبل كده وبعد كده هتبص على ضفرك وتسخص عملت لكم فيلم تسجيلي فيه بالتفصيل لون لون كده في التغيير ونشوفوا زي ما تعودتم معنا في القناة البساطة تعالوا كده نشوف الفيلم مع بعض في الاول لازم نعرف ومن غير يعني ما بتحاولوا تعرفوا كل المعلومات اللي في الفيديو لازم نعرف يا جماعة ان الاظافر دي الحقيقة ان هي اساسها تكوينها بيعتبر من المعادل والفيتامينات يعني من الزنك من الكالسيوم من البوتاسيوم من النحاس من الفوسفور وكذلك الفيتامينات بالزاد فيتامين بي زي ما انتم شايفين كده محضر لكم اكتر من لون ممكن جدا الاظافر تتغير ليه ممكن الاظافر تبقى لونها ازرق او لونها احمر او اسود او اخضر او الواحد يشوف خط اسود هناخدهم كده واحدة واحدة كده ونشوف اولا لازم نعرف ان الاظافر دي زي ما قلنا هي طريقة من طرق التشخيص واده علي منكم مثلا لون الطبيعي اللي هو اللون الوردي الشفاف يبقى الظافر نفسه شفاف وتحته وردي وفيه طبعا يشايفين الهلال اللي تحت ده كمان يحصل احيانا تغيرات طبيعية وفيه تغيرات غير طبيعية لاسباب طبيعية طيب ايه بقى التغيرات اول حاجة اللون الباهت اللون الباهت ده احنا كده كترة على طول نفكر ان المريض ده ممكن يكون عنده انيميا ونعمله تحليل دم يطلع عنده عنده نقص في قرات الدم الحمرة فظهر الظافر بالشكل ده نيجي بعد كده بقى للون الاخضر اللون الاخضر ده سببه غالبا وطبع فيها اسباب كتيرة بسي غالبا فطريات وجود الفطريات ده من اهم الاسباب انه الظافر يبقى لونه اخضر وده ممكن كمان يبقى بكتيريا يعني ممكن يبقى بكتيريا ممكن يبقى فطريات ودي بتيجي بسرعة يا جماعة للواحد مثلا بيه اللون يبتدى يتغير بعد ما الواحد يستحمى هو خارج من حمام السباحة والحل بقى او يعني الكلام العلمي ان احنا لو حاولنا نشيل اللون ده باي شكل بتنظيف الضافر ما بيتشلش ببقى الصباح بحصل فيه التهاب زي ما قلنا بعد الحمام او كه زي ما احنا بنقول في مصر الصباح يدوحس يعني ايه يدوحس يعني يحصل فيه التهاب ويحتاج علاج ويحتاج مضاد حيوة اللون التاني هو اللون الازرق واللون الازرق بقى ده من الالوان اللي هي ممكن تبقى بسبب نقص كمية الاكسوجين اللي رايحة للاطراف وطبعا اضافر ده جزء من الاطراف مش حصل الاكسوجين كويس وفيه اسباب كتيرة جدا بتسبب قلة الاكسوجين ده كل امراض الرئة كل امراض القلب او ان الصوابع تحس ببرد وسقيع يعني الواحد بكان بارد جدا تعرض الصوابع لحاجة بردة جدا او ان واحد يبقى عنده برد اللون اللي بعده بقى اللون الاسود اللون الاسود ياما خط في النص كده زي ما حضراتكم شايفين ياما يبقى واخد كل الضافر فلو هو خط في النص ده بيبقى اسباب نقص فيتامينات لو تحت بقى الضافر كله كده ده غالبا بيبقى تجمع دموي بسبب وجود دم من خبطة من دم من حاجة قديمة او التهاب او او رام او ادوية وهنا بقى اللون الاسود ده خطير لو فيه لون اسود ممكن طبع خطة بسيطة تعمل نفس الكلام تعمل تجمع دموي هما تهمه تحت الجلد لكن لو لون اسود جامد لازم نروح للدكتور لانه ممكن يبقى كمان في بتاع الجلد او سرطان الجلد او مشاكل تانية في الجلد فلازم نروح للدكتور اللون اللي بعده بقى اللون الابيض واللون الابيض ده اما بيبقى واخد الضافر كله كده مطلي ببهية بيضة او واخد بقى حتة من الجنب او واخد بقى نقط معينة وحنشوف الكلام ده لانه ده لون مهم جدا اللون الابيض ده ممكن جدا يبقى التهابات موجودة في الضافر نفسه او مشاكل بقى عامة في الكبد او في القلب او الصدفية او امراض جلدية تانية بتسبب نفس المشكلة خصوصا في الهلال اللي تحت ده او بقى وجود خطوط او بقع بيضة خطوط او بقع بيضة الخطوط لها اسباب والبقع البيضة لها اسباب والخطوط اللي بالعرض لها اسباب غير الخطوط اللي بالطول البقع البيضة الوحدة غالبا ده ممكن تبقى نقص في فيتامين الف او فيتامين دال او بي 12 بالذات لان ده من اهم الفيتامينات اللي هي بتبقى من الاسباب بتسبب البقع البيضة والخطوط البيضة كمان كمان الخطوط البيضة لها اسباب تانية بقى كتير جدا من اهمها انه فيه امراض الكبد وفيه حاجة بقى اسمها الالبومين الالبومين ده حاجة مهمة جدا في الكبد لو نقصت يظهر الخطوط دي اللون البعض هو اللون البوني واللون البوني ده يعني مش شائع قوي ولكن برضو مهم جدا لانه بيدلن لنا على حالة الكلا التغير في اللون ده الكلا مش عارفة تطلع صبغات وده بيحصل فيه مرضى الكلا عموما ومرضى الفشل الكلوي بالذات لان الصبغة اللي في الجسم تطردها الكلا وفرض الصبغة مش لقيلها مكان تروح حطها في الاطراف سواء في اصابع الايدين او في اصابع الرجلين ده بالنسبة للخطوط البونية الخطوط البيضة بقى فيه خطوط منهم موازية للصبغة كده لونجتودونال لاينز وده بقى اسبابها كتيرة جدا يعني اسبابها متعددة ومختلفة اهم اسبابها الشيخوخة وكبر السن الناس الكبيرة في السن ما بيوصلهاش كمية الفيتامينات والزينك كويس كذلك الناس اللي هي عندها سوق تغزية والاطفال اللي عندهم سوق تغزية بتاردوا نفس المشكلة بيوصلهمش كمية كويسة من الزينك والفيتامينات اللي الجسم يحتاجها علشان الضافر يبقى كويس وده بيدينا علامة واضحة لسوق التغزية كمان بعض المهن يعني العامل لو ماستخدمش الجوانتي وبيستخدم مثلا بنت مسا شغالة في منظفات او عامل شغال في مصنع وبيمسك اسمنت ويمسك بايده من غير جوانتي عشان كده دايما مهم جدا في الهيلسن سيفتي دايما بنقول الكلام ده كمان بقى اخواتي البنات المانيكير لو هو مش جودة كويسة ممكن جدا انه هو يسبب الخطوط دي البيضة وممكن يعمل تقشر وتقشف وجفاف في اليد مما ينتج عنه الخطوط البيضة دي اللي هي زي شرخة بسيط في الضرف وطبعا زي ما قلنا نقص الزينك ونقص الفيتامينات عموما ونقص معادل كتير جدا بيسبب لنا هذه الخطوط البيضة مش كويسة وده كانت فكرة عن تغير لون الازافر الحقيقي الموضوع كبير علشان كده سيبقى فيه حلقة تانية قريب عن تغير شكل الازافر هل شكل الازافر ممكن يبقى زي معلقة ممكن يبقى زي مقعر ممكن يبقى محدد تغير شكل الازافر أشاب الازافر الهشة الازافر اللي بتتكسر بسرعة وحاجات تانية وممكن يبقى فيه حلقة تانية عن تغير الشكل الهلالي للازافر اللي هو الكريسنت ده برضو ده هتبقى حلقة مستنى اي سؤال منكم فيه عندنا كمان خاصية جديدة اسمها انتساب او جوين في القناة لو انتو مهتمين ان كنتوا تسألوا اسئلة كتيرة وانا ما عنديش وقت نجاوب كل اسئلة عملنا خاصية بأجر رمزي جدا ان احنا نتابع اسئلتكم 24 ساعة وممكن كمان نبعتلكم دكاترة بالحيطة اللي انتو عايزينها مستنى اسئلتكم ولايكاتكم كان معكم ماجد المنقباتي طيب وتنمية بالشريط